بعد ما عرفنا شو القطع المكافئ وعناصر القطع المكافئ الآن أكيد بدنا نعرف اللي هي حالات القطع المكافئ وعندنا أربع حالات رح نبلش في حالة رقم إيش؟ واحد حالة واحد بيكون بدنا نسميها المفتوح لليمين اللي أخذناها في مقدمة القطع المكافئ بدنا نسبيها مفتوح لليمين ممتاز خلنا إيش؟ نسترجحها هيك من ذاكرة نجيبها نطبحها هنا عنا الدليل وعنا محور التماثل وعنا إيش؟ القطع المكافئ هاد إيش اسمه؟ الدليل يا أستاذ هاد شو اسمه؟ محور التماثل هاي شو اسمها النقطة؟ هاي اسمها النقطة البؤرة يا أستاذ ممتاز وهاي؟ هاي الرأس جميل ممتاز الرأس لو فرضناه دالها الرأس دالها والمسافة من الرأس للبؤرة جيم إذن بدنا ننضيف على إيش؟ على السينات اللي هي دال شو بدنا ننضيف؟ جيم إذن شو بده يصير إحداثيات البؤرة؟ دال زائد جيم والها ما بتتغير صح؟ ليش؟ هاي الصدات صدات احنا ما تحركنا على الصدات احنا نتحرك وين؟ على السينات وضفنا على دال إيش؟ جيم إذن بيصير دال زائد جيم وها داز نتشينج ما بتتغير طيب الآن الدليل شو ماله؟ إذا إحنا هيك ضفنا جيم هيك شو بدنا نعمل؟ ننطرح جيم ليش يا أستاذ؟ لأن المسافة بين الدليل والرأس جيم إذن بدي يكون الدليل دليل معادلة مش نقطة دليل معادلة إذن خلنسميها معادلة الدليل طبعا هاد إيش؟ على السينات إذن سين تساوي صح؟ اللي هو دال ناقص جيم إحنا نقطة دال هاي مش إحنا الرأس معلوم نطرح منه جيم منوصل للدليل دال ناقص جيم وإحنا بنحكي الدليل معادلة وليس نقطة طلعنا البقرة الرأس آه محور التماثل اللي نضل عنا محور التماثل اللي هو إيش؟ جاي عنا إيش؟ أفقي يعني صاب طب معادلة محور التماثل اللي هي صاد تساوي شو اللي ما تغير عندنا اللي إيش؟ اللي ما قربنا عليه شو هو؟ اللي هو ها آه إذن محور التماثل صاد تساوي ها معادلة الدليل بتسين بتساوي دال ماقص جيم والبقرة والرأس طب خلينا نحط إيش؟ المعادلة للصورة القياسية القطع وين؟ على السينات صح؟ إذن التربيع عكس القطع يعني إذا كان القطع مفتوح على اليمين ولا اليسار على السينات التربيع بدي يكون عكسه على الصداد إذن بحكي صاد ناقص ها الكل تربيع بساوي إذا كان مفتوح لليمين أربع جيم مفتوح لليسار سالب أربع جيم طيب وبحط اللي هو سين ناقص دال التربيع عكس الفتحة كيف يعني يا أستاذ؟ الفتحة وين؟ لليمين أو كانت لليسار؟ يعني على السينات التربيع بدي يكون على الصداد الصداد كيف تحفظوها؟ تربيع عكس الفتحة فتحة يمين يسار؟ يعني سينات إذن تكون تربيع على الصداد إذن هاي هي الحالة الأولى من حالات القطع المكافئ طيب حالة تانية حالة رقم اتنين اللي هو مفتوح لوين؟ يعين عليكم مفتوح لليسار اللي هو مين؟ قطع المكافئ طيب خلينا نستذكر أو نعمل هيكة كيف بدي يكون هات جيب الفتحة هاي؟ ناكسها لليسار الدليل بدي يجيه وراء صح؟ يعني منحط محور التماثل هيو بنرسم القطع المكافئ هيو بدي يكون الدليل براته صح؟ طيب هاد إيش؟ الرأس يا أستاذ هاد شو هو؟ الدليل يعيني عليكم هاد شو بدي يكون؟ محور التماثل هاد الرأس شو نسينا؟ ما نسيناش احنا عارفين بنا نكتبها شو هي البقرة البقرة وين؟ هايها هاي هي البقرة يعيني عليكم الرأس لو فرضناه دالها طح؟ المسافة من الرأس للدليل جيم إذن هون هاد بدي يكون بالسالم يعني دال لما أمشي لليمين بدي أضيف عليها جيم إذن الدليل شو بدي يكون؟ هاد إيش؟ قاطع مين؟ محور السينات يعني السين تساوي دال زائد جيم ليش؟ لأنه هيك بضيف لأنه هاد بالسالم هيك يعني أنا بزيد سوالب عليه هيك بشير من السوالب شو اللي بشير من السوالب؟ يعني بدي أضيف جيم تبهوا طيب الرأس أخذناه البؤرة البؤرة نقطة طيب هاي دال هاي المسافة من الرأس للبؤرة جيم هسا دال بدي أشي يعني بدي أزيد عليها جيم بس هون جيم بتنزاد عليها بالسالب صح؟ فبتصير دال مناقص جيم وها ما بتتغير ممتاز شو ضل علينا؟ محور التماثل شو معادلة محور التماثل؟ شو اللي ما تغير عنا؟ ها إذن صاد تساوي ها هاي معادلة محور التماثل وهاي معادلة الدليل زي ما أنتوا شايفين أي مشكلة فيه وما في مشكلة وكيف منعرف الحالة؟ عكس الفتحة هون الفتحة لليسار وهي على السينات إذن التربية بدي يكون على الصدار إذن بحكي صاد ناقصها الكل تربية الفتحة لليسار بحط سالب 40 لاحظوا هون الفتحة لليمين 40 هون الفتحة لليسار سالب 24 سين ناقص دال إذن زي ما أنتوا شايفين هون في الحالتين هدول الصرقس بحتاج دال ها اللي هو الرأس وبحتاج جيم شو هي جيم المسافة يا بين الرأس والبقرة أو بين الرأس والدليل ونفس الإشي هون بس اللي اختلف من هون وهون شو هو إشي قصيد بس بالحال عظيم شو هو سالب